السلام عليكم اخواني اخواتي لابس عليكم صحتكم لاباس كانت منى على الفيديو اليوم اكيد تلقاكم في اتم الصحة والعافية قبل ما ندخل معكم في تفاصيل هذا الفيديو كما تعودوا علي بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين ولكن بريطن دي واحد وضيح بسيط بالنسبة الناس اللي كتسووا اني وكتواصل معي وكيقولوا لي نهار لحد عطلة واعياد دينية واعياد وطنية بالنسبة الاحصاء عندنا منها واحد في الشهر حتى الثلاثين في الشهر تسعود يعني ما عدناش النهار نقلسوا فيه او لا عيد وطني او لا شي حاجة هذا اللي تتوضيح حوصا بالنسبة الناس اللي داووا معي البارح وجووا فتران وما عطونيش ما بينصلا ديال الدهون اللي باش عيطوا قطفوا التليفون ما كاملاش عشرة دقايق ووقفت الخدمة وخديت الادم عند المراقب ووقتلوا غايجوا عندي شي ناس وما قدوش يساين عشرة دقايق ما شي مشكل كل واحد وحاجة واحدة اخرى واللي باش نزلت واحد الفيديو الناس شافوه كي اللي مشتلت ما وطلق مع العساس ودخلوا العساس عند الناس الخطأ ديالي ولكن بحسن مرة الماجيه ما غاديش تعاود الناس اللي يقول لي عفك صورينا الحي فينجا وصورينا كل شي فينجا بالنسبة الشرق وحلكة ما غا نصورش الحي لان المتابعين ديالي ماشي غا المتابعين كينس مصرية كين بزاف الناس ما غاديوش اخذ من اللي ضربت عليها انا تمر واحدة اخر يجي اخذها برده ورخدوها برده لا يعاونهم ولكن اربي رفوق مني وفوق منهم اربيك يحكم المهم الاخوان الاخوات تحت الناس اللي كيتتواصلون معي في الواتساب وما كي هدروش معي نهائيا كيكتبوا لي صيفتنا اللوكاليزاسيون تحت ما يتقلق مني اللوكاليزاسيون ديال اي بروجي ما غا نعودش نصيفتها نهائيا اللي بغاها اطلاقها معي مني كان بغير نزل واني كان نصوى وكان نزل ذلك الشي بالعالم ولكن حاجة اللي مشيت انا وصواتها بيديها واخترت المازوط عليها ودرتها بالمجان غا نبغير ناخد العجر عليها وهذا حق اي حد اي حد اي حد يحترسوا بلاصتي المهم نتوكلوا على بركات الله اشتوني هذي يومين ما درتش اللي بغا على ود بحل هكا مهم كينشي حويج كينشي ناس كيتواصلوا الله يهديهم الله يهديهم كي خليوك انك باش تديل المجهود كتك تقول ما محتاش نضيع صحتي وندير شي حاجة فى الاخر واحد يستفد وانا كتدير المهم هذي ما بين قوسين نتوكلوا على بركات الله كي ما كتشوفوا معايا عدنا هنا واحد الاباكترمون مساحة هذي لها 47 متر كاري شوفوا معايا مزيانة انا جاتني المساحة كتر من 47 متر كاري كنتجا نزلتها والسيدة من المتابعين دي لفرنسا هذي المرة الثالثة باش كنزلها الاباكترمون الاباكترمون جات فى الطابق الرابع جات فى مدينة تامسنة فى الضواحى دي الارباط السمرة فى الطابق الرابع مولتها عودت لها زليج الكوزينة زليج الحمامة بجوج لانستلاسيون دي الماء معاودة بصباغة كاملة هانتوما كي ما كتشوفوا هذي هي الكوزينة تى البالكون راه تزليج دار مصلوحة كاملة كما نقولو حنا يبدأ المصطلح السيق ودخل سكن هانتوما كي ما كتشوفوا معايا كل شي معاودة ويالله تعاود هذ شي كامل ينسى بالنسبة الناس اللي غى ياخدوها هنال تحت ممكن يزيدوها لازيتاجه وممكن يضيف بلكارات من الفوق او لا يلا بغاو ياخدوها ويعاودوا لكوزينة كاملة علش الله كل واحد وكيفاش كيفكر وكيفاش كيف شوف الامر من الزاوية ديالو لدرجة ان تواصلوا معايا ناس وقالوا يا شكرا لك كتورينا كل شي وحنا كان ضحكنا عليك بهذا المصطلح العبارة هذي هي اللي كتعز فيك الحال عليها كان نقول هادا خدمة هادا عمل ولي كل عامين اجر كما الموظف عنده في البيرو ديالو كيتقاضى العمل كما ذاك الخضار اللي كيبيع الخضرة كيتقاضى العمل نفس الشي هذا هو البالكون كما كتشوفو تهو رهم زلج صراحة سيدة رخصرات عليها سيدة من ناس القلائل هاي رئي طلالة كتطلع للجردة في تتمسنا في النور وقال النور ثلاثة المهم قريب لكتما الجامعة قريب لك الصور قريب لك المدارس قريب لك كل شيء والسيدة اللي جزيها بالخير كنت ديجا نزلتها لها وقالت لي انا ما بغن نغشتها شي حد الضبع عندي كمخديثة قالت لي غنعود نصلحها ونعود لها زليج ونعود لها المسائيلة كاملة باش تي لا بعتها واخدها شي حد يقول لي الله يرحم الوالدين وتلبيبا كل شيء تعاود بصباغة كل شيء تعاود بصباغة يعني صراحة مني كتشوف بحلد الناس هادو كتكتقول ما فيها بس باقي كيد الخير باقي كيد الخير كل شيء تعاود بصباغة وكل شيء تعاود في الزليج ولانستلاسيون ديال الماء ديال الدون في الكوزينة في الحمامات كل شيء تعاودت لانستلاسيون كاملة هادوو الحمام هادو حمام بوحليتو كان بزاف الناس اللي في جيهة ديال تمسنا هرسوه وردوه مع الدوش كامل باش كبروه وخلاوا واحد ديال الدوش صغروا شوية باش خلاوا واحد ديال الدوش بزاف الافكار وبالنسبة للدروج راه هم مرتاحين ماشي زعما الدروج واقفين هادو كل ديال المور انا شخصيا طلعت لي هم تمام يعني مرتاحين وحتى بالنسبة للتامان تامان راه صراحة مناسب مع هادشي خصوصا بالنسبة ان احنا فطنجة مع هادشي اللي كنشوفه فطنجة بالنسبة لهذا الباخطة من كون كانت هنا فطنجة تحتوي على باء مستقرروا لجانبولة لا تقلعوا بالنسبة لجانبولة أتقل لي هادشي خصوصا هنا فطنجة يبعو المستقررين 60م وانه يبعو من خلقين 參ه وما كانت لن يتجمس الغرام فيها أكبر العساس للسندجة يتجمع سطر بتبقية سيكون جديدة نعم انتو مرة تمنى انيك سوف تعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. لا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.